اذا نذكر بهذا الخبر الذي اعلنناه قبل قليل حيث اعلنت السلطات التونسية انها لم تعد تسمح للطائرات الليبية بالهبوط في مطار تونس قرطاجة الدولي وذلك لدواع امنية واشرت السلطات الى ان الطائرات الليبية سيسمح لها بالهبوط حصرا في مطار سفقس جنوبي البلاد يتي هذا في سياق الاجراءات الامنية التي تتخذها تونس بعد الهجمات الارهابية التي تعرضت لها مؤخرا وللحديث حول هذا الموضوع معنا من تونس خبير في شؤون الجماعات الارهابية علي العلاني سيد علي اهلا وسهلا بكعس كاي نيوز عربية اجراءات غلق المطارات التونسية مع دامطار اسفاقس امام الطائرات الليبية هل هذا الاجراء سيكفل عدم تسلل الارهابيين من ليبيا الى تونس مساء الخير هو في الحقيقة يعني هذا الاجراء جاء نتيجة ربما بعض التقارير الامنية من خلال العمليات الارهابية الاخيرة التي تفيد بان جملة او مجموعة من العمليات الارهابية مبرمجة في اماكن حساسة ومنها المطار ونحن نعرف ان مطار تونس قرطاج الدولي هو الاكثر استيعابا للمسافرين ويعني بطبيعة الحال يأتيه الناس من كل انحاء العالم فنتيجة هذه المعطيات الاستخباراتية ربما خيرت الصلاة التونسية ان تجعل الرحلات الاتية من ليبيا في مطار اخر ربما حتى تكون عملية الاحاطة الامنية تكون افضل وهذا في الحقيقة هو فيه فائدة للطرفين للتونسي والليبي ولا اعتقد ان هذا فيه موقف عدائي كما ربما حاولت ان ترد الفعل بعض عناصر في حكومة ترابلس هذا اليوم وتعلن انها اغلقت الحدود البرية سيد علي مطارات معروفة من يسيطر عليها في ليبيا هناك مطار طبرق الذي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا وهو مطار محصن من الجماعات والميليشيات المسلحة هو بيد الدولة الليبية لكن هناك مطارات في الجهة المقابلة مطارات ترابلس وايضا الموجود في ترابلس مطار معيتيقة ومطار مصراتة هل الخطر اتن من مطار معيتيقة ومصراتة بالتحديد؟ يعني هو بغض النظر عن ان يكون من معيتيقة ومصراتة هو في الحقيقة حتى المطار ترابلس في السابق كان يأتيه جماعة من بنغازي الذين لا يشكلون خطورة ولكن بطبيعة الحال الاحتياطات هي ضرورية لان معيتيقة ربما تسيطر عليه بعض الكتائب ونحن نعرف ان في الفترة الاخيرة اكثر العمليات الارهابية وخاصة ثلاث عمليات الارهابية الاخيرة الدامية وهي عمليات اصبحت في المدن منذ سوسا وتونس واخيرا محمد الخامس هذه العمليات الارهابية اتضح انها خططت في ليبيا وادات التنفيذ في تونس ولهذا اصبحت السلطة التونسية احتياطا من كل عمليات استباقية تخير ان تجعل الرحلات القادمة من ليبيا في مطار وحيد وبطبيعة الحال هذا مطار اسفاقس تنزل فيها رحلات دولية ولكن سيخصص معظمه لليبيا ونحن نعرف ان مثلا مطار اسفاقس اليوم تحدثت وزارة النقل انه سيستقبل عشر رحلات من ليبيا يعني في مهما كانت المطارات ولماذا سيد علي الابقاء عن مطار اسفاقس التهديد الارهابي تهديد واحد لماذا اسفاقس ترك هكذا يعني اسفاقس تم تجهيزه ربما بشكل مستعجل ثم ايضا مطار تونس قرطاج الدولي الآن منذ الاسباع الاخيرة يخضع الى تجهيزات جديدة كاميروات جديدة فبالتالي السفرات العادية لا تشكل اي خطر بينما الان مع الاسف السفرات من ليبيا بالنسبة للتونسين اصبح تشكل خطر وهذا بطبيعة الحال لا تتحمل فيه حكومة طرابلس المسئولية والانما الكتائب التي لا تسيطر عليها حكومة طرابلس هي التي تتسبب في هذه المشاكل وبالتالي اعتقد ان هذا الاجراء يمكن ان تتخذه اي دولة ونحن نعرف انه منذ اشهر كانت تونس قد علقت كل السفرات الجوية نحو ليبيا وهذه المرة هي اغلقت الحدود البرية لان الجدار الذي تبنيه جدار الرملي هو في طور الاستكمال ويكتمل في نهاية هذا الشهر في حين ان الرحلات الجوية ابقت عليها في جهة اسفاقص واسفاقص الان ربما الضغط المسافرين عليه اقل وتجهيزاته اكثر والرحلات مؤمنة بنسبة عشرة رحلات في اليوم لا يشكل هذا اي خطر وكل دولة لها يعني قرارها السيادي في ان تحمي نفسها وامنها من كل الاخطار لو كانت هناك حكومة مركزية في ليبيا لم يكن تونس لتلتجأ الى هذه القرارات ويتمنى التونسيون ان يصل الاخوة الليبيون الى وفاق بينهم والى حكومة وحدة وطنية يعني تمكن ربما لا التونسيين فقط بل كل القادمين الى المطارات الليبية من ان تكون اوضاعهم في شكل امن طيب سيد علي يبدو ان الاجراء الذي اتخذته الحكومة التونسية من جانب واحد اغضب حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا طبعا قامت باجراء مماثل واعلنت اغلاق الحدود هل نتحدث هنا عن توطر بين حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا وايضا الحكومة التونسية وماذا سيترتب ربما عن هذا الخلاف برعيك انا اعتقد انها ردود فعل وليس توطر وقد سبق ان كانت هناك ردود فعل مماثلة منذ فترة عندما تم التضييق على التجار الذين يوجدون بين المنطقتين الحدوديتين لكن اعتقد ان هذا القرار ربما فيه تسرع من الاخوة الليبيين لان بالنسبة الى تونس كانت تفكر في ان يكون غلق الحدود البري لمدة 15 يوما وهي لم تغير موقفها وهذا لاعتبارات امنية هم يعرفونها ولا اتصور ان الامور ستصل الى توتر كبير هي ردود فعل حينية خاصة عندما حولت الطائرات الليبية من مطار قرطاج الى مطار سفاقس هذا القرار بغلق الحدود الذي اتخذته اليوم حكومة تربونس هو اساسا ضد هذا القرار الذي اتخذته تونس واعتقد ان من مصلحة البلدين ان لا يتم اي تصعيد وتونس بطبيعة الحال هي ترحب بالاخوة الليبيين ومن حقها ان تؤمن حدودها وان تؤمن مسافريها سواء كانوا ليبيين او تونسيين عندما تقول الحكومة التونسية ان اغلب الهجمات التي استهدفت تونس قادمة اليها من ليبيا وتم التخطيط لها في ليبيا من الذي يريد ادخال تونس في موجة العمليات الارهابية ومن الذي لا يرضيه استقرار تونس هل هناك من جهات تعمل على تعكير صفو الحياة السياسية في تونس هي بالطبع هذه الجهات هي اساسا الطيارات الدينية المتشددة التي ليس لها مصلحة في ان يصل الليبيون الى حل وليس لها مصلحة في ان يستتب الامن في منطقة شمال افريقيا هؤلاء يضغطون بطرق شتى حتى يعني يجعلوا التوتر سيمة قائمة وثم ايضا لا ننسى انه في الفترة الاخيرة الدواعش الذين جاءوا من سوريا سواء كانوا تونسيين او عرب بلدان اخرى تركز عدد كبير منهم في ليبيا واصبحت ليبيا في الفترة الاخيرة تشكل خطر امني يقلق كل الجيران وبطبيعة الحال يعني تونس من حقها ان تراقب كامل حدودها ولا اتصور ان هذه العملية هي تعبير عن سوء جوار ربما في الاطراف الليبية لاننا يجب ان نقول والحقيقة تقال ان في حكومة ترابلس هناك شق ربما يريد التصعيد وهناك شق خاصة من مصراته بدأ يقبل التعايش مع القرارات التونسية ولكن اعتقد ان الميليشيات المتشددة هي التي تضغط على اطراف في حكومة ترابلس حتى تصعد تجاه تونس وتونس بطبيعة الحال ما يهمها بدرجة اولى هو امنها وتأمين حسن الجوار وعن الامن وتأمين الحدود سيد عليا كثير من الاجراءات اتخذتها تونس من بينها ربما فرض حالة الطوارئ اقامة الساتر الترابي الذي تحدثت عنها سيد عليا لكن كل هذه الاجراءات لم تمنع من وقوع هجمات ارهابية هل نتحدث هنا عن اشكالية غياب استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب في تونس باختصار شديد لو سمعت يعني هي في الحقيقة العملية الاخيرة اكدت ان هناك خلل ربما في الجانب الامني في الاستراتيجية الامنية في تونس ولهذا اليوم تحدثت الصحف عن وجود تجهيزات امريكية على الحدود التونسية الليبية تقوم بالتنصة وبمتابعة كل التحركات المشبوهة وهذا يدخل في اطار التعاون والتنسيق الاستخباراتي ولكن اعتقد ان تونس الان هي بصدد اتخاذ اجراءات امنية اكثر ربما تشددا من السابق واعتقد ان هذه الاستراتيجية بدأ يقع تنقيحها في اتجاه الافضل اشكرك سيد علي العلاني الخبير في شؤون الجماعات الارهابية كنت معنا من تونس